مرحباً، مرحباً، مرحباً هكذا حالتك بعد أن تنزل دلتا فورس الصينية ستصبح خبير باللغة الصينية أنا أريد أن أعطيكم لمحة عن دلتا فورس باللغة الصينية لأنها لم تنزلت رسمياً حواكب الجرسيني، تحديداً أخذت حساب صاحبي صار لفل اثنين، فإمكاني أن يتكلم عن اللعبة، كون اللعبة لكن هنا أظبط في الإعدادات واللعبة، وجدت أن فيها أشياء ألعاب صار لها أربعة، خمس، ست، سبعة سنة في السوق ما عندهما لإضافات، تخيلوا، مبدئياً مش هضو الفيديو اللي راحي علمك كيف تحمل اللعبة روح يوتيوب مليان، ابحث كيفية تحميل دلتا فورس موبايل و راح تلاقي فيديوهات خير، الله لكل راح يحاول يساعدك، تمام؟ أولاً راح نروح على الإعدادات، طبعاً كل شيء بالصين، أنا مش فهم شو اللي بدي أشرح لكم إياه حالياً بس في مود معين في اللعبة، هو المود الوحيد اللي شغال حالياً ألاً وهو مود بتلفيلد أتوقع، ما أعرف شو اسم مود صراحة، بس بيكون عبارة عن مجموعتين، ويحتلوا مناطق من الخريطة، من خريطة كبيرة هو أداخل على الإعدادات، عشان أشرح لكم بالصيني، مبدئياً هاي الإعدادات، ما أعرف، الزرحة الناص بك ولا لأ، في الأساسي، اللي هو الثاني من اليسار، تنزل إلى تحت، هاي المكتبع الإهمية، هاي الف و في، مساحة الرؤية، ثانية توقعاً هاي العلاقة بالجرسكوب، هاي هي، تترجموها، وترجم جوجل شغال، هانا هاي الشغلة المهمة، لما بدك تضبط إعداداتك، لا تدخل تضبط إعداداتك من هون، لأنه ما رح يختلف إشياء، تروح على اللي بعدها، على اليمين، اختار من هانا وهي التحكم الخاص فيي، واجهة التحكم بسيطة ولطيفة، يعني ما فيها كثير عجقة، بصراحة فيه شوية عجقة، ولكن يعني كل هذه الأشياء واضحة وبسيطة، ننزل علي بعدها، هاي الحساسية، وهي الحساسية اللي أنا خطرتها بالنسبة لي، هاي هاي، يعني ما بعرف إذا راح تنسيكم أو لا، في عندي مشكلة حالين بعاني منها، اللي هو وقت ما أفتح لسكوب، زر لسكوب بتحرك، يعني، أنا بضغط سكوب بهذا الإصبع، أوكي، فبتحرك مع حركة لسكوب، مع أني بتحكم بهذا، يعني، شارك بيخزي، هاي اللعب تدعم 144 فريم على الموبايل، ايش الموبايل اللي بشغل 144 فريم، ما بعرف، أجهزة الجيمينج بتعملها؟ أظن، إذا سوتها، راح تشتغل اللعبة على الموبايلات 144 فريم، بعيداً إنه اللعبة شغالة 122 فريم بسلاسة، مو معقولة، بس مجرد ما عليك، نزل جرافك شوي، ولو بدك جرافك عالي، بفيك تدعم جرافك لوين، لحدة 60 فريم على أعلى جرافك في اللعبة، هاي شيء ممتاز، ما راح نستخدم لدرجة صراحة، بس، بإمكانك تعمل جرافك فائق على 120 فائق، أنا بترجم صيني من عندي، أخيراً وليس آخراً، أتوقع أن هذه معلومات سرية، ما لازم تكشفها لحداً، شرحت الإعدادات وما راح تستفادئ أي شيء، هذا المطلوب يا جماعة، شوفوا، باللعبة هاي في عنا زي ما تحكي أربع تصنيفات للعملاء أو الأبطال، في عنا الشخصية الهجومية، راح تفهم إنه كل شخصية في إلها قدرات معينة في الجيم، الشخصية اللي بعدها مبين، تاينك يعني في عليه درع، معناته كفر وحماية، مثلاً مثل هاي، هاي الشخص الشخصية عليها علامة سكوب، هذا السكوب معناته هاي شخصية قناصة، كم شخصية قناصة في اللعبة؟ في ثنتين، هاي شخصية القناصة بتتيح لك إنه تلعب بسنايبر، ممكنك تلعب بسلحة خفيفة، ليش مسموح لك تلعب بسلحة خفيفة بشخصية السنايبر؟ شخصية السنايبر الميزات تبعتها يعني بتكون متوازنة، يا عمي أنا بحسي، أعرفش أشرح، هاي الشخصية تخليك سريع، فيها سلايد، فيها أشياء، تخيل أنت حامل السنايبر، فيها عدم توازن بصير في الموضوع، فلذلك بيحمله هاي شخصية أسلحة معينة، وبنفس الوقت شخصية السنايبر ما عندها قدرات حركة سريعة، لذلك ما رح تحمل السنايبر، يعني أتمنى تكون وضحة الفكرة، فيه نقطة حلوة هنا، هسا شوية بنحكي عنها، وبدخل القيام بنجرب اللعب اللي اطولت هنا بحكي، طيب، ادخل على السلاح، شايفين لددت لتحت على اليسار، اختار هذا المستطيل اللي على اليسار، تمام؟ وين رح يوديك؟ رح يأخذ ذكه هنا، شايفين القطع اللي بتركب على السلاح؟ عدمي، واحدة، انتائها، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، أحداش، اثناش، ثلاثة، قطع، كلياتهم بركب على السلاح في نفس الوقت، طيب شايفين المستطيل اللي تحت على اليسار، اضغط عليه، على الأخضر هنا، انت بتدخل الترايمنج مود، اوكي، تخيل، مثلا، كورسوف موبايل، ما عندهم الترايمنج مود، اشي زي هيك، اقول لك حتى كود موبايل، ما عندهم اشي به هاي الجودة، ليش انا بحكي لك، تعال، امشي زي هيك بعد ما تضبط على ذاتك وكل شي، انت جاي تختبر مثلا شخصية موينة، قرب من اللوحة هاي، شايفين هذا الشاشة هاي، قرب منها رح يضع لك زر على الشاشة قدامك، اكبس على هذا الزر، استنوا، فهمتوا، فاهمين شو هو هاي؟ هذه اخوة بحط لك الشخصية هاي اللي انت بدك تواجهها، يعني البوت هذا اللي قدامك المجسم، بإمكانك تحطه على عدد الأمتار اللي ببالك، يعني أنا بدي يا مثلا على مسافة صفر، بدي الدم تبعه يكون ثمانمية، وبدي أظهر علامة الدم أو الدمج، اوك، صار قبالي، صار بوجهي، قفل هاي، اقول لك افتحها، افتح مثلا الهيد، اطلق طلقة واحدة، فوق بيبين لك قديش الدمج اللي انت اطلقته، اليسار، تحتها بيبين لك نسبة الهيد شوت، تحتها بيبين لك اظن اللي هو نسبة الدبقة، اه اوكي، في اشي لالهيد شوت، وفي اشي لالدقة، تمام؟ اللي هو لو ضربنا هان واحدة، كمان واحدة، طيب اتوقع اللي بيزيد هو الهيد شوت، في عنا اوم، 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 ليش صعبتها حالي، اوم، هاي الوم، اشوف، الوم زي بابجي بدون سكوب، طيب بسيطة، ما في مشكل، اكبس على مرة ثانية، ادخل على الوم، ادخل على الكبسة اللي تحت، وهون في بطلالك بعض الأشياء اللي انت ممكن تركبها على سنايبر الوم، مثلا بدنا سكوب، هذا هذا جهز الوم، مشكنا، اي هذا قبل 200 متر أISE نطرق نرى صح؟ فيك ت novae 12، 150، هذا 142، اسه أمنا 204 كب гром、 τι دعننا بسيطة، من المerverى نتوقع؟ كبسة صرت فهم صيني كويس بنرجع زي هيك هجينا على الجرافيك احط الوان مشبعة شوية وبنفس الوقت بدي ارفع الفريمات لحد هون يعني فيني ارفع اكتر وضلني العب على مية وشرين فريم بس ما بدي اضغط الجهاز انا حطت حاليا جرافيك عالي فريمات مية وشرين بنعمل زي هيك هاي اه ها شو عميليت انا غبي غبي ليه ليه طلعت اوه طيب فاصل وانا اعود طيب هيك احنا جاهزين يا اخوان اختار النقط اللي بدك تنزل فيها اعتقد معظمكم مجرر باللعب هيك مودات شايفين اللي غرافيك الواقعي اللي فيها طبعا زي ما حكتلكم شخصية سنايبر بتكون اقل سرعة من شخصية الثانية أنا لماذا تمزح هذلك هذه المزر هو كان مسكوب كبير لا تصير المزر سنايبر ليس سنايبر سنايبر مجدداً 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 سنايبر سنايبر سنزلني سنايبر مجدداً مجدداً سيماً سنايت مجدداً أبي ساياً هناك واحد يثبت لا عيب عيب الله يحفظك بثلاش تلموت ان شاء الله لماذا اختاروا هذا الموت الذي هو موت البتل فيلد او ما اسمه الموت احد اكتروا انت ماذا اسمه هذا الموت منحي الحرب يعني كم يفضل يختاروا مود خمسة ضد خمسة ستة ضد ستة يا سيدي خليه بطل ريال خليه بطل ريال ليش تحط انفضل مود اللي مش مفهوم محدش بيحب ولا في كل اللعب ولا في أي لعب يحد بيحبه ها المود هذا كريه يا جماعة خلان بدنا شي ما بدنا بس حبيت عطيكم في أول فيديو يلي في دلتا فورس يعني نبدأ عن اللعبة لانك انت ما نزلتها ولا هتعرف تنزلها غالباً بس يعني ها اشي منه السؤال القوي هلا انت مستعد تلعب اللعبة هاي ولا لا و بس كده شكرا على المشاهدة شوفكم فيديو جاي بحس سلامة